يا مساء الخير عليكم جميعاً مشاهدين الأعزاء مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين كل سنة وكل حضراتكم طيبين عيد سعيد عليكم يا رب إن شاء الله عيد أطحى سعيد على كل مشاهدين في كل مكان النهاردة سريعاً عايز أقول لحضراتكم أن معانا 3 فقرات إن شاء الله بإذن الله أول فقرة معانا دكتور وتاني فقرة هعرفكم إزاي تجيبوا اللحمة من أماكن وإزاي تختار الأضحية الخاصة بيك عشان العيد كل سنة وحضراتكم طيبة طيبين وكمان الفقرة الثالثة هتكون المطعم إن شاء الله بإذن الله هنبدأ معانا ومعاكم بأول فقرة والفقرة الأولى هنتكلم فيها عن ناس كتيرة جداً 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 خرجت من كورونا وهم مبقلزين تخان وتخنى ومش عارفين إحنا تخنى ليه ومش عارفين نعمل إيه علشان نخس معانا ومعاكم في الفقرة دي دكتور أحمد عبد المنعم أخصائي التغذية وعضو الجامعية الأمريكية للتغذية العلاجية بنرحب بحضرتك في بداية فقرتنا أهلاً وسهلاً بك أهلاً بحضرتك حضرتك منوارنا النهاردة أهلاً وسهلاً بحضرتك منوارنا النهاردة نعمل إيه دكتور؟ تخنى يا دكتور من الحذر طيب خليناً هو فعلاً حقيقة طبعاً في الحذر ناس كلها طبعاً زيادة في الوزن ولكن احنا عايزين نعرف إيه الأسباب اللي قدت لزيادة الوزن غير ضعف الحركة أنا عندي سبابين أساسيين طبعاً كلنا قاعدين في البيت مفيش خروج مفيش مولز فتحة مفيش شوپنج مفيش نوادي مفيش جمات فطبعاً بقينا نستورد سعرات حرارية عالية جداً جداً والمجهود الحركي اللي احنا بنقدمه قليل قوي قوي وإحنا قاعدين في البيت احنا كمصريين دايماً بنفكر في نتفنن في الطبخات والحلويات والأكل اللي هو كله سعرات حرارية عالية جداً وطبعاً الحركة والمجهود الرياضي ما بنطلعش الشغل فطبعاً مفيش مجهود رياضي خالص فأنا لو جسمي بيحتاج يا دكتورة ألفين سعر حراري في اليوم وأنا باكل وبشرب وبتحرك وبطلع الشغل بتاعي محتاج مثلاً ألفين سعر حراري أنا أصبحت قاعد في البيت وأنا قاعد في البيت أنا باخد الألفين سعر حراري دول زيادة علي لأن أنا ما بتحركش أنا حضرك لما بحرك إيدي كده لما بتحرك أروح لغاية المطبخ أنا بحرق سعرات حرارية في حالة إن أنا قاعد في البيت مش بتحرك الحركة أقل فأنا محتاج سعرات حرارية أقل أصبحت أنا باخد سعرات حرارية أزيد وبزيد عليها إن أنا بدأت أتفنن في الأكل والطبخات والجنك فود وبالتلفون بنطلب بييجي الأكل فطبعاً ده بيؤدي إلى زيادة الوزن فيه كمان عامل مهم جداً جداً لزيادة الوزن أحب أنبه عليه وإحنا قاديم في البيت فترة الحظر دايماً بنسمع أخبار مش حلوة في أيام كورونا حالات الإصابة بتزيد حالات وفيات ناس كتير من حالة طبعاً فده طبعاً بيدي أجواء من الإحباط والتوتر والقلق وده بيخلي طبعاً ده بيأثر على جميع الوظائف الحيوية للجسم مش بس معدل حرق طبعاً بيأثر على حرق الدهون كير جداً يبقى أنا بستورد سعرات حرارية عالية جداً جداً والحرق ضعيف لأن أنا مش بخرج نفسيتي طبعاً تعبانة في توتر في قلق وخوف وخوف طبعاً ده بيأثر جداً جداً على الوزن وبيأثر جداً على معدل الحرق وطبعاً ده بيؤدي أن أنا جميع كل الأكل أنا باخده بستفيد بجزء منه والباقي كله طبعاً بيتراكم للدهون في الجسم وعلى رأسها طبعاً تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف وده اللي احنا نتكلم عليه إزاي نبدأ ننزل وزنه قلت لست هسأل حضرتك دلوقتي أنا خلاص قررت إن أنا خس طلعت من الحزر وبتديت أتحرك وبتديت أبقى أكتف وانزلت شغلي فأنا دلوقتي إزاي أخس؟ وفي نفس الوقت يا دكتور إزاي أخس طبيعي بدون أدوية وبرضه عايز أعرف هل الأدوية مفيدة ولا مش مفيدة طيب ده سؤال منطقي وجميل جداً جداً أول حاجة خلينا نتكلم عن الأدوية طبعاً لأن دلوقتي بقى كتير جداً من الناس مجرد ما الوزن يزيد بيلجأ لأسهل الطرق أن أنا روح أخد دواء طيب مش كل دواء يناسب أي حد أنا ممكن أخد دواء يضريني جداً جداً أنا بقول لحاجة إن الأدوية لازم عشان أخدها أخدها تحت إشراف طبيعي أو مع أخصائي تغذية فاهم لأن مش كل دواء يناسب أي حد ممكن حاجة تبقى مريض ضغط ممكن تبقى مريض سكر ممكن يبقى عندك مشاكل صحية بعض الناس بتاخد أدوية نفسية ما ينفعش أخد معها أدوية تخصيص ففي الحالة دي أنا بقول أن أنا لما بدي دواء تخصيص لازم أخد دواء تخصيص ده تحت إشراف طبي وبعد ما أروح لمكان موسوق فيه وأعمل إمبادي أشوف الوزن عندي قد إيه نسبة الدهون الأعلى نسبة السوائل لأن بعض الأدوية بتساعد على طرح السوائل المحبوسة في الجسم وأنا قد يكون ما عنديش أصلاً احتباس موية في الجسم بعض الأدوية تضر بمرضى الضغط والكلة فإحنا بننصح أن أدوية التخصيص ما ناخدهاش إلا تحت إشراف طبي وعلمي سليم أكيد مش عالك حاجة وضر حاجة تانية بالضبط طب أنا بقى عايز أخس أو عايز أنزل في الوزن بشكل صحي وآمن وسليم ثلاث حاجات أنا عندي النزول في الوزن هو مثلث مكتمل الأضلع أول ضلع فيه أو القاعدة بتاعته هو البرنامج الغذائي وهنا لازم نحط يعني كذا خط كده تحت برنامج الغذائي لأن ناس كتير جداً بيقولك أنا عندي زيادة في الوزن ابعتلي برنامج أخس عليه أو هنزل من الإنترنت ينزل برنامج أمشي عليه البرنامج الغذائي ده ليه معايير كتير جداً جداً عشان تنزل عليه البرنامج الغذائي حوالي إحنا بنبنيه أنا لما بيجي لي حد العيادة علشان ينزل في الوزن بعمله إمبادي وبعمل أسسمنت كامل للحالة بتاعته واشوف البرنامج المناسب لحضرتك مش مناسب ليا أكيد البرنامج اللي أنا بديه لطفل عنده 12-13 سنة غير حد عنده 30 سنة غير أباءنا الكبار اللي عندهم 60-70 سنة يا دكتور ده برنامج واحد بيلف على العيلة كلها طبعاً ده مش صح أبداً أبداً لأن أنا احتياجاتي غير احتياجات حضرتك غير طفل صغير غير أباءنا طبعاً هنا أنا بقول دايماً البرنامج الغذائي مبني على الفئة العمرية الحالة الصحية مهم جداً الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ليهم احتياجات معينة في الأكل والأطعامة والأغذية اللي بيأخدوها غير الناس الأصحاء يبقى البرنامج الغذائي مبني على الفئة العمرية الحالة الصحية حاجة مهمة أوي المجهود الحركي فيه ناس شغلهم مبني على المجهود البدني يعني حكي المهندس اللي بينزل لوكيشن وبيجري الرجل الحرفي البسيط اللي بيتحرك وبيعمل مجهود كبير ماينفعش يمشي على برنامج بديه لحد شغله مكتبي هو بيحتاج صعرات حرية أعلى أكل يديله طاقة طبعاً يديله طاقة أديله نشويات أكتر لأن أنا بدي نشويات source of energy فطبعاً أنا ببدأ أديله أنه لازم ياخد طاقة عشان يقدر يكمل وإلا هو لو ما قدرش يكمل هيسيب البرنامج وخلاص على كده ويدوخ بعض البرامج اللي بياخدوها الناس من الإنترنت دايماً يقولولي أنا مشيت على البرنامج أسبوعين ثلاثة وجسمي وقف البرنامج اللي انت هتنزله من على الإنترنت أحياناً بينزلك أول أسبوع وتالي أسبوع بتنزل من السوائل من الكتلة العضلية في الجسم ولكن بعد شوية الجسم خلاص بيبقى resistant للنزول مش هينزل معك تاني أبداً يبقى احنا هنا بنبني برنامج غذائي design for you برنامج لك انت متفصل على مقاسك يعني أنا بيجيلي بقيم الحلة كلها وبديله البرنامج وهنا كمان بيفرق مع الأولاد اللي هم في الفينيجرز 13 سنة لغاية 18 و19 سنة السنة ده حارج جداً جداً في التغذية الولد بدأ يحس ان هو كبر خلاص بيطلع يخرج مع صحابه بيبدأ يأكل والجنك فود بيبدأ طبعاً جنك فود أم عايشين على الجنك فود بالضبط عندي أنا ابن كده ماشي على الجنك فود طبعاً هنا بيأخد بيستقبل سعرات حرية عالية جداً جداً ويبدأ الوزن يزيد والدنيا تتضخم معاه ويبدأ يقابل حرج من زميله ويقابل مشاكل في اللبس بتاعه احنا ممكن يطلقش ده بس ان أنا طبعاً أتعامل معاه الأول أفهم دماغه لازم يفهم الصح يعني أنا من أسبوع تقريباً كان حد جاب لي بنوتة عندها تقريباً 16 سنة وبيقول لي أنا عايزك تقول لها ما تاكلش شبسي ولا اندومي ولا مياه غزية قلت له مش هينفع هينفعش ان احنا نمنع ده مرة واحدة أنا لازم نفسياً واحدة واحدة أبدأ أدخل الخضروات والفواكه في يومه في ثقافته اليومية وأبدأ أوصل لدماغه أتكلم معاه لازم تصنع حوار بينك وبين المتابع أو المريض اللي بيخس وطبعاً الحمد لله احنا بفضله في مراكز لايف نيوتريشن نعتبر الأوائل في ربط التغذية بالصحة النفسية لسه كنت برضو هقول لها حضرتك ليه الناس عندك سعيدة ما شاء الله يعني كل فعلاً أي پيشن أو أي مريض بيروح للدكتور بيعمل دايت بسعادة لأن الدايت بيجيب تعاسى أحياناً طبعاً فعايزين نعرف بقى السر يا دكتور السر طبعاً هو ده سر المهنة طبعاً السر طبعاً هو أن أنا فعلاً حقيقي بيزعجني جداً لما أعرف أن بعض الزملاء بيدخل الناس اللي بتعمل دايت يدخلوا خمسة ستة مع بعض ياخدوا ورقة يمشوا عليها كلهم لا أنا بعمل لكل مريض بروفايل واحدة أنت لك البروفايل بتاعك بقعد معاك وبتكلم معاك بشوف أنت يومك ماشي زي لازم أشوف أراعي نفسيتك الجانب النفسي مهم جداً جداً لازم أعرف أنت واحد بيخرج شغله من الصبح لحد بالليل ما ينفعش أقوله على أكل معين يتطلب وجوده في المطبخ أو قاعد طول اليوم أو في حد بيعمله أكله أنا بحاول أقرب من لايف ستايل بتاعه أنت بتخرج طول اليوم خلاص أنت ممكن تطلب كذا ممكن تاخد معاك لانش بوكس فيه كذا الأولاد الصغيرين ما ينفعش تقوله كل أكلك بشكل كامل تتلي يبقى في البيت لا هو لازم يخرج مرة ويأكل ولازم أديل ولازم أوصل للدماغ الأدامي الحمد لله بيتابع معنا وبكل أريحية وبنوصل لنتائج 30 و40 كيلو في المركز ماشاء الله طبعاً بكل أريحية وده الحمد لله هو اللي بيميزنا لأن أنا يعني بشتغل معاها مش بس دكتور تغذية أنا بشتغل معاها كإني هلثي كوتش أو لايف كوتش أصحح عاداته الغذائية وسيلوكياته علشان يبقى بيتابع البرنامج ما يقعش مني بعد أسبوع أو اتنين وبشكل هو يتقبله ويبقى سعيد بي لازم يتقبله ولازم بقى سعيد بي وبدي نصايح طبعاً للبيرنتس هم مابودين معايا أنه أنت ركز معاه في البيت على كذا ركز على كذا بلاش تقوله لا بلاش تقوله ممنوع لأن ده طبعاً هيقرقه ويخليه يقع منك في النص فالبرنامج الغذائي مهمة أوي أنه هو يبقى متصمم لكل واحد يناسبه هو ولازم أرعي فيه الجانب النفسي قوي قوي عندي ناس معدين السبعين سنة ونازلين ما شاء الله وبقوا يمشوا يتحركوا بكل سهولة وبساطة يبقى رقم واحد البرنامج الغذائي رقم اتنين البرنامج الرياضي وده اللي بيزع على الناس كتير ما بيقوش فاضين يا دكتور آه ما بيقوش فاضين بس أنا هقول لحيك على حاجة أنا مش عايزك ترهق نفسك في الرياضة قوي أنا يكفيني عشرين دقيقة بس دكتورة مونة عشرين دقيقة بس كفاية رياضة في اليوم ينفع المشي يا دكتور آه المشي طبعا أنت لو عايز تخس أنا هشتغل كارديو الرياضة الهوائية اطلع عليك امشي لو عندك تريد ميل اوقف عليها عشرين دقيقة لو تطلع تمشي في الهواء عشرين دقيقة ده طبعا مهم جدا ولكن الصح بقى أن أنا اختار وقت الرياضة الصح إزاي بقى وقت الرياضة ما ينفعش آكل وأعمل رياضة أنا عايز أعمل رياضة من النهاردة الرياضة بتاعتك تكون على معدة فاضية بعد الأكل بثلاث ساعات ليه؟ يعني الأيام دي احنا في ناس كتير مننا صايمين كل سنة وانت طيبين وحضرتك طيب الناس كلها صايمة دلوقتي أقولك على الساعة الذهبية للرياضة قبل الفطار بتاعك بساعة قبل الفطار قبل المغرب بساعة اطلع امشي نص ساعة ما شاء الله في الحالة دي السكر في الدم بيبقى في أدنى مستوياته فأنا لما هحرق من الدهون المختزلة في الجسم يبقى نص ساعة الرياضة دي هتستهدف الدهون وخصوصا الدهون اللي موجودة في منطقة البطن والأرداف قبل الفطار قبل الفطار بساعة أطلع أعمل رياضة لأنه بيكون السكر في أدنى مستوياته وفي الأيام العادية على غيار الريق؟ وفي الأيام العادية مش شرط ممكن بعد الغدى بساعتين أو بثلاث ساعات بس أكون هضمت وتخلصت من الأكل ده أبدأ أن أنا أعمل رياضة لكن أكل وطلع أعمل رياضة طبعا ده مش صحة أبدا لو أنا عايز أنزل وزني لك أنا ممكن أقول لحد كل وعمل رياضة لو هو مثلا هيزيد في الوزن أو في حالات تانية إنما أنا بعد الأكل بثلاث ساعات أبدأ أعمل إكسرسايز وتكون رياضة المشي رياضة الهوائية اللي هي بتساعد على نزول الدهون يبقى احنا كده قلنا برنامج غزائي برنامج غزائي إكسرسايز أو تمارينات رياضية علشان تنسبك وتنزل وزنك رقم 3 العامل المساعد العامل المساعد ده إحنا بنقول طبعا هيساعدك كتير جدا في الشيبينج أكتر في تعديل المأسات اللي هي أجهزة التنحيف أجهزة التنحيف دي موجودة في المركز يا دكتور آه موجودة في مراكز لايف نيوتريشن زي ما حضراتكم سمعين اللي عايز يتواصل مع دكتور أحمد اللي عايز يروح المركز كل العنوين موجودة على الشاشة دلوقتي كمان التواصل مع دكتور أحمد روحوا هتخسوا بشيب جميل كمان آه طبعا الأجهزة الموجودة في لايف نيوتريشن أجهزة أوروبي أجهزة جايبة نتائج كويسة جدا لأننا مشغالين بتقنية كده مختلفة تقنية ألترا ثلاثية الأبعاد لتفتيت الدهون وشدة رهولات الجسم الكرايولايبوليسيز مشتغل على أن أنا أعمل فريزينج للفات سيلز يعني كل التقنيات الحديثة اللي موجودة للتنحيف بتجيب نتائج لكن هي بتفرق في نوع الأجهزة أو في المكان اللي أنا بثق فيه يعني إحنا شغالين بأجهزة أوروبي تقنية عالية جدا جدا من بداية من الكافيتيشن الألترا ساون اللي بيشتغل على تفتيت الدهون والتخلص منها الكرايولايبوليسيز وهنتكلم ونفصل اللي هو بيشتغل إزاي مرورا بالميزوثيرابي يعني أحدث تقنيات التخصيص الميزوثيرابي هكلم حضرك عن الألترا ساوند كافيتيشن ده بيشتغل على تفتيت الدهون وتحويلها من كتلة صلبة إلى كتلة سائلة وبالتالي نبدأ الجسم يتخلص منها الريديو فريكوانسي عشان يعمل تونينج وستريتشنج السكن هو يبدأ يشد التراهلات بعد النزول في الوزن الكرايولايبوليسيز الكرايولايبوليسيز اللي هو التخصيص عن طريق التبريد أن أنا بعمل ساكشن للفات سيلز دي وبيبدأ يحصل لها تجميد للدهون بيبقى حتى ملمزها بين أثناء الجلسة أن أنا عملت تجميد للدهون وبالتالي تكسير الدهون والتخلص منها والأهم هو الميزوثيرابي ده أحدث التقنيات الميزوثيرابي ده بيشتغل إزاي يا دكتورة دايما مش صح أن حد وزنه 120 كيلو ويشتغل الميزوثيرابي الميزوثيرابي ده حق إمتى بيشتغل الميزوثيرابي حد نزل في الوزن وزنه نزل كويس جدا جدا وخلاص وزنها بقى 65 كيلو بقى 63 كيلو الدي مهات بقى بالضبط عندي حزام في البطن خاصة السيدات بعد الولادة عندي حزام في منطقة البطن إزاي أشتغل دي الدهون العنيدة لو عملت ضايت مش هتخس ولو عملت رياضة مش هتنزل فهي دي اللي بنشتغل عليها بالميزوثيرابي لازم أتدخل بالميزوثيرابي عشان أسيطر على الدهون دي وأبدأ أتخلص منها بشكل نهائي تمام يا دكتور نصيحة أخيرة للمشاهدين إحنا دخلين على العيد الكبير إزاي أكل لحمة ودهون وما تخنش طبعا كل سنة وإنتوا طيبين لأن بقرتنا خلاص وحناكل لحمة كلنا في العيد نصيح بسيطة قوي بس أنا عايزك تشرب من 3 لـ 4 لتر مية في اليوم ما تنساش أبدا شرب المية الوجبات بتاعتي تبقى 3 وجبات متوازنة فطار وغدا وعشا وأخذ بينهم وجبتين وجبات خفيفة عبارة عن فكهة أو مكسرات طيب أكل اللحمة إزاي هقول لحضرتك على حاجة بسيطة قوي أنت تأكل اللحمة زي ما أنت عايز بس هخليها تبقى مسلوقة أو مشوية بلاش تكون متحمرة علشان الدهون الزيادة الفتة بقى والرز هو ده موضوعنا عايز حضرتك تكون زكي أو نتزاكي على المخ هناخد الفتة بتاعتنا أو الرز طبق صغير خد طبق صغير وخد قبله طبق صلطة ومعها كوباية مية قبل مبدأ الأكل أخد كوباية مية بعدها طبق صلطة لأن ده الفايبرس أو الألياف بتحسسني بالشبع بتملل المعدة وبالتالي هاخد اللحمة بعد كده وأبدأ أخد طبق الفتة الصغير أنا بعمل خداع للمخ أن أنا هشبع بدا وبالتالي بيحصل شبع وطبعا بعدها بشوية بأخد منكسرات أو فاكهة وبعدين بأخد وجبة العاشة تبقى خفيفة جدا جدا وليكن زبادي مع لمون وكل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله عيد سعيد عليكم جميعا كل سنة وحضرتك طيب دي دكتور استمتعنا بالفقرة مع حضرتك في نهاية الفقرة بنشكر دكتور أحمد عبد المانم أخي صائي التغذية وعضو الجامعية الأمريكية للتغذية العلاجية فاصل ونعود